موسيقى العشبية أو الأشياء العطارية اللي موجودة عد العطارين فبالتالي ممكن تفيدنا كعلاج للمشاكل اللي تكون بالبشرة وإضاً تساقط الشعار ومو فقط اليوم كشي تجميلي لا حتى اليوم موضوع علاجي يعني الناس اللي يعانون من أمراض مزمنة ممكن ببعض الخلطات اللي هم عد العطارين ممكن يسووها فبالتالي اليوم المريض ممكن يستفاد من عدها فرحنا أخذ تفاصيل عن كل هذه المواضيع فتابعونا لهذا اليوم مشاهدين بهذه الجولة المميزة جولتنا لهذا اليوم عن موضوع العطاريات وأيضاً ممكن نستفاد من عدها كأشياء علاجية طبعاً عمو إذا تقدر تتفضلي حتى أخذ من عندك فتابعونا خلطات ممكن تفيد البنات اللي يعانون من تساقط شعار أو ممكن يجون حسب الشي اللي هم يردوه حياة كالله؟ هم زيوت حسب الطلب زيت لوت زيت جرجيل زيت كثوم كل واحدة حسب الطلب مالته قسم للبشرة وقسم للشعر حيلو اي نعم زيوت هي الصير انتو تركبوها تركيبات خاصة هاي مون تركيبات عمو هاي شركة عماد بالموصل واحد ما صلاوي عماد فهو شركة خاصة هي صنع زيت زيت الثوم زيت الصبار زين بيحسب الطلب اي نعم اكو بعض يعني يجوك بعض الزباني قلو لك سوي نفد مثلاً كذا خلطة كذا خلطة يعني مو فقط زيت لا حتى الاشياء اللي تكون اي هي الاعشاء حسب الطلبهم يعني اي اي شيء اللي يطلبون جهزة لهم تيجيك ناس يعانون مثلاً من مرض السكر الضغوط وهذه التفاصيل عمو مو يمنى بده هنا بظهر سوق الغزل ذولك اختصاص عشاء نعم ذولك يجهزون يعني يجهزون خلطات علاجية نعم حسب طلبهم يجي مثلاً يعاني من السكر يعاني من الضغوط يعني عندي ضغط بس هذا شاي كجرات شاي كجرات اللي هو شون يستخدموا عمو شاي عمو يرجو الى حار يصعد الضغط ولا بارد شرب عصير ينزل الضغط حلو جميل جداً طبعاً هذا شاي الكجرات للضغط الناس اللي تعاني من الضغط اي اذا حار يعني يكون اكورت يعني يصعد الضغط للناس اللي يعدهم هبوط اما اذا ياخذوه على شكل عصير ينزل الضغط فيعني هذا شيء زين ايضاً بنفس الوقت يعني بعيد عن الاشياء الكيميائية تشاي اخذر عمو تشاي اخذر هذا منحف منحف يعني يهم يفوره الناس اللي يعانون من سمنة وبدانة ممكن يفيدهم شون شون ترتيب التشاي نسيش يعني خاشوقة خاشوقة مالاكل بقلاس ماء نعم اي هذا زين هذا شنو عمو ورد ماء ورد ماء ومهج مالعصار يعني الناس اللي عدهم فلاونزي اي مضبوط نحتر باب ونك هذا كله يستعمل شته شته جميل جداً طبعاً بنسبة هذي المكسرات اللي يستخدمها بالاكل يعني عادي اي فشكراً اليك نعم مشاهدينا جولتنا مستمرة لهذا اليوم عن العطاريات وايضاً الاعشاب وايضاً كل من هذه المواضيع اللي اتخص طب الاعشاب فأني من الناس جداً احب هذا الموضوع لأنه بكثير من الفوائد و يعني فائدة اذا اشرب اليوم كشيء معين ممكن هو مو فقط رح يعالج المرضى اللي عندي لا رح يمكن يوقف التساقط ممكن يفيد بشرتي ممكن يفيد أسناني فكل هذه المواضيع فجولتنا مستمرة لهذا اليوم خليكم ويانا تابعونا حياكم الله مشاهدينا طبعاً موضوعنا مستمر لهذا اليوم عن العطاريات وإيضاً ممكن بعض الأعشاب اللي ممكن انه احنا اليوم إذا عندنا نحافة مفرطة إذا عندنا بدانة مفرطة ممكن ببعض العطاريات وبعض الأعشاب ممكن احنا ناخدها نستفاد من عندها بالتالي وأيضاً أكوفت شغلات ممكن احنا نستفاد منها بداخل البيت كماسكات على البشرة وأيضا ماسكات على الشحر لكن كل هذا التفاصيل راح أخذها من صاحب هذا المحال ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر